السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بواقهة سطح المكتب على الجهاز وذلك يتم باستخدام التطبيق الإضافي تيرموكس X11 والذي هو طبعاً عبارة عن ملحق إضافي لمحاكة طرفية تيرموكس حيث يسمع للمستخدم بتشغيل بروتكول X على جيسة الاندرويد وفتح برامج وتطبيقات سطح المكتب الخاص بنظام لينوكس بموجب هذا البرتكول لذلك بعد أن نقوم بإعداد البيئة الخاصة بواجهة المستخدمة الرسومية في تيرموكس يمكننا من خلال سطر الأمر أن نقوم بتنزيل وتثبيت بعض التطبيقات وبرامج الويندوز المدعومة وتشغيلها في سطح المكتب كمتصف حلوي بفايرفوكس وكروميوم وجيمب وغيرها من التطبيقات والبرامج الأخرى بالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نقوم بتثبيت جميع التنزيعات لينوكس وتشغيلها بواجهة رسومية على التيرموكس كنظام ديبيان أو ابونتو أو كالي لينوكس أو غير ذلك من أنظمة إذا ما رح أطيل عليكم بالمقدمة ودعونا ننتقل المباشرة إلى شرح الموضوع الآن في البداية أخي الكريم بعد فتح واقع التيرموكس رح نقوم أولا بتنفيذ الأمر ABT Update and ABT Upgrade لتهيئة المستوضاعات وتركية تلفزم المكتبات ترجمة نانسي قنقر بعد اكتمال الترقية للحزوم والمكتبات نقوم بتنفيذ أمر التنزيل لحزوم الريبو X11 الآن بعد اكتمال التفبيت للحزوم الريبو رح نقوم بتنفيذ الأمر التالي لتنزيل الحزوم والتبعيات اللازمة لتشغيل الواجهة الرسومية في تيرموكس بعد تنزيل التبعيات رح نقوم الآن بكتابة الأمر التالي لتنزيل وتثبيت الحزوم الخاصة بسطح المكتب ترجمة نانسي قنقر أخيرا بعد اكتمال التنزيل وتثبيت لجميع الحزوم السابقة نقوم بتنزيل البرنامج النصي لبدء التشغيل من خلال هذا الأمر طبعا وكل معتاد رح أضع لكم أسفل فيديو رابط الملف يحتوي على جميع الأمر المستخدمة في هذا الشرح بعد اكتمال التنزيل نقوم بتنفيذ الأمر التالي لمنح الأدونات والصلاحيات للملف الآن أخي الكريم قبل أن نقوم بتشغيل الواجهة الرسومية نحتاج أولا إلى تنزيل تطبيق الإضافي لتيرموكس لذلك سوف نفتح متصفح كروم ثم نكتب في مربع البحث الأمر التالي أيضا يمكننا تحميل تطبيق مباشرة من خلال الرابط الموجود أسفل الفيديو نقوم الآن بتنزيل تطبيق الإضافي الذي يتوافق مع نوع الجهاز بعد اكتمال التنزيل والتثبيت سوف نذهب إلى تيرموكس ثم نقوم بتنفيذ أمر التشغيل إذن أخي الكريم نحن الآن في واجهة المستخدم الرسومية الخاص بتيرموكس وكما نلاحظ ردينا هنا على سطح المكتب أيقونة تراش أو المهملات وفايل سيستيم الخاص بملفات النظام ويقونة هوم الذي هو المجلد الرئيسي لواجهة تيرموكس طبعا يمكننا أن نقوم بعرض شاشة كاملة لسطح المكتب من خلال الضغط على أيقونة الإفدادات ثم نقوم بتفعيل خيار فول سكرين أما إذا أردنا إظهار اللوحة المفاتيح يمكننا نقر على أيقونة الكيبورد في شريط المفاتيح ولإخفاء أو إظهار هذا الشريط رح نقوم بالضغط على الشاشة بثلاث عصابع والتمرير إلى الأسفل وسيتم إخفاء الشريط ونفس الطريقة لعبض الشريط مرة أخرى أما بالنسبة لفتح التيرمينال أو متصفح الويب يمكننا ذلك من خلال النقر على الأيقونة في شريط الأدوات أسفل الشاشة أو نستطيع أن نقر بمؤشر الماوس على الخيار أبليكيشن لأفضل الإعدادات وأيضا الأدوات والتطبيقات والبرامج التي رح نقوم بتثبيتها على التيرموكس طبعا يمكننا أن نقوم بتثبيت بعض التطبيقات الخاصة بنظام الاندرويد المتوافق مع الينوكس وأيضا برامج الويندوز من خلال سطر الأمير وسيتم إضافتها إلى قائمة البرامج والأدوات فمثلا لتثبيت متصفح كرومي يوم وتشغيله من خلال هذه الواجهة نقوم بفتح التيرمينال ثم ننفذ الأمر التالي لتنزيل وتثبيت حزم تور ريبو بعد تثبيت الحزن السابق نقوم بتنفيذ الأمر التالي لتنزيل وتثبيت متصفح الويب بعد اكتمال التنزيل والتثبيت سنقوم بالضغط على إيقوناة ويب براوزر ثم نختار المتصفح الابتراضي للويب والنقر على موافق أيضا بنفس الطريقة يمكننا أن نقوم بتثبيت حزم متصفح فيفوكس ومشغل الوسائل في ال سي ومعالج الصور جيمب وغير ذلك من التطبيقات الأخرى طبعا نستطيع معرفة تفاصيل الحزم المتوفرة عن طريق كتابة الأمر باكيج سيرش ثم اسم التطبيق ونظات انتر بعد ذلك راح يعرض لنا معلومات وتفاصيل التطبيق وهل يمكن تثبيته أم لا وكما نلاحظ التثبيت متصفح فيفوكس راح نبحث عن الحزن باسم التطبيق لنتأكد أولا من إمكانية التثبيت بعد ذلك نقوم بتنفيذ أمر التنزيل والتثبيت للتطبيق بعد اكتمال التنزيل ممكننا نمباشرة فتح المتصفح من تلال النقر على قائمة أبل كيفية ثم انترنت وفتح المتصفح طبعا هذا بالنسبة لكيفية تثبيت واجهة المستخدمة الرسومية لترموكس على نظام الاندرويد وكيف نقوم بتثبيت تطبيق السطح المكتب المدعومة في لينوكس ترجمة نانسي قنقر